السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي لفيديو جديد ووصفة جديدة نتمنى الفيديو يلقاكم في احساني حال وسيحة جيدة نتسمح على طول الغياب نتمنى باش ما تبخلوش عليها بلايك انتو ما كتشاهدون هاد الفيديو اللي غنشارك معاكم في كيكا بالتفاح سهلة واقتصادية نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها على بركة الله نشوفوا المكونات بالنسبة للمكونات كما قلنا جيد اقتصاديا عندي جوج حبات البيض من الاحسان يكونوا بدرجة حارة المطبخ عندنا كاس الا ربع ديو سكر سانيدة عندنا نص كاس ديو الحليب اللي يكون بدرجة حارة المطبخ من الاحسان عندي جوج ساشية ديو الخميرات الحلوة اللي من الفئة 100 غرام في المجموعة عندنا نصاش القرام عندي ساشية سكر فاني عندي هنا اه زلفة ديو الطحين عندي علبة ديو الياغور سبسوس عندي معلقة صغيرة ديو قشور حامضة عندي معلقة كبيرة ديو المربة بالنسبة للمربة توفر عندي انا مربة منزلي ما توفرش عندكم مربة ممكن انكم ديروا معلقات نباج الى كانت متوفرة بالنسبة للطريقة هنا يا غدين ناخد كيمة العادة الاناء ديالي ديو قبيصة ديال الملح نضبس عليها جوجة حباد ديال البيض ديو تزد عليها هنا يا كاس الى ربع دي سكر سانيدة مع صاشية ديال فاني نضيف عليها ملقة صغيرة من قشور ديال الحامضة اللي حكيت سوف ينخلط المكونات حتى نسجمو مع بدياتهم نضيف عليها بقي المكونات كما تشوفوا معيا غدين نضيف عليهم ملقة ديال مربة ممكن تطيروا اه نباج الى تففر عندكم ملقة كبيرة سوفي من بعد غدين نضيف عليها العلبة ديال دانون السوس كسوفي هاد العلبة ديال دانون السوس كعطر واحد القوة من الكيكزوا نضيف المكونات كاملين ونضيف نسكة الحليب كما تشوفو شوية بشوية نضيف طحين شوية بشوية نضيف طحين شوية بشوية نضيف المكونات كاملين نضيف المكونات ونضيف المكونات نضيف المكونات كاملين هذا هو القوام المطلوب نضيف طاوة بزبدة ورشيتها بالطحين نضيف الخريط نضيف التفاح نضيف المكونات نضيف الشفاحات بجمالها هذه المكسرات توفروا عندي بالحق هذه الكيكة انا غالي بالاحيان كنديرها بشوفان والزبيب وكتجي معتبرة وكتجي زبونة لان الشوفان كما نعرفوا الشوفان غني عن التعريف سوف نبقى نوزع تفاح فوق من وجه الكيك حتى نكمل كمية تفاح كاملة سوف نأخذ إستخدم الزلافة لديها المكسرات المكسرات كما اذكرت معكم تنفذر شوفان والزبيب الزلافة تنفذر نضيف كمية كثيرة ينزل ثم نبقى نضيف الخارج فوق من الى التفاح حتى نكمل الكمية كمية كاملة كما ترى في فيديو سكر ساندة نرش بهم من وجه المكسرات نكمل جمعك ساندة كاملة نجد طوى الفران ترى طريقة الحمرت على الشوفان كمية كاملة 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 ندخل في الكيكا والشيء الاخر سوف ندخل في القراءة و نحتفظ به كنزين به الكابكيك كنزين به الصابلي صراحة كنزين به الصابلي كنزين به زوين هنا نأخذ الزبدة ندخلها فوق من البطان و نرميه حتى تبدأ الدوب و ندخل عليها الشوفان و نستمر في تحريك بها الطريقة مع القراءة الخشب حتى تلبس الشوفان كامل سوف نحرك بها الطريقة حتى نحس بشوفان تحمر و تغير لونهم و نقصهم قبل شوفان تحريك بقرمشة و نعرف بشوفان حمر و واجد سوف نأخذ كمية منه و نزين بها الكيكا بالنسبة لكيكا سوف تخرجها من الفران سوف ندخل الوجه بالنفج و هي سخونة سوف ندخل على هذه الشكلة كما رأيتم لا أعطيها حقها في التصوير لأن الشعاء ضربة في نفس البصل اللي نصور فيها و إنما في صالحة الكيكا تأتي غنية و تأتي زبونة لا يوجد زيس و لا تأتي نشفة و تأتي من الداخل طريقة و تأتي تفاع كي أعطيها و حتى عليك زبونة بسلام كفلي كوريم كالا مف managed لكن مضايير اومي لعطيها moderation مفاجعة كانت ضربة من طريقة و زبونة لنقات espi yr القناة في داخل ما متصل Shima المكونات لهم اقتصاديين نتمنى انكم تجربوها بالنسبة للمكسارات سوف تجربوها غير الشوفان والزبيب إذا لم تتوفر لديكم حوائبة الشوكولات الفيديو نتمنى انكم تجربوها وتجربوها 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 وتجربوا وتعليق للفيديو سوف نقول لكم مع السلامة الى اللقاء الى فيديو لاحق ان شاء الله